موسيقى بجامعة الجزائر تلاتة اجتمع سفراء دول تجمع ميكتا الذي يضم دول المكسيك، اندونيسيا، كوريا الجنوبية، تركيا وأستراليا لتقديم شرحات للطلبة حول أهداف هذا التجمع الحديث النشأة نشأة ميكتا جاءت بمبادرة من كوريا الجنوبية عام 2013 على هامش أشغال اجتماع الأمم المتحدة وهي تضم خمسة دول عظم مجموعة العشرين تمثل قوة متوسطة على المستوى العالمي وبتالي الهدف هو بناء تعاون متين وتبادل الخبرات والتجارب بين هذه الدول الخمس تجمع ميكتا وبعد خمس سنوات من التواجد يعد أرضية مشتركة للتشاور وتبادل الخبرات خصوصا ما تعلق بالمسائل الاقتصادية أولوياتنا الاقتصادية تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات لتعرفها دول العالم ميكتا هي أرضية المريمة نتبادل فيها التجارب والهدف هو إيجاد الحلول المقاربة والأمنية هي الأخرى دبن أولويات تجمع ميكتا والهدف المساهم أكثر في نشر الأمن والسلم في العالم الأمن أصبح اليوم شغالا عالمي ومن هذا المنطلق تعمل دول ميكتا على تبدل الأراء ووجهة النظر حول المسائل الأمنية وهنا نسجل العديد من الممبادرات ليتصبوا في هذا المنح اليوم كل بلدين يواجهوا تحديات أمنية عديدة وفي حالة المكسيك مسألة الهجرة غير شرعية والجريمة العبية للقارات وتجارة المخدرات هي من أهم التحديات اللقاء والدي جاء بمبادرة من سفرة إندونيسيا بالجزائر وبالتعاون مع جامعة الجزائر ثلاثة كان فرصة للإجابة على انشغالات الطلبة الرامية للتعرف أكثر على هذا التجمع وفق مقاربة تفاعلية جامعة الجزائر ثلاثة دأبت إلى تنظيم مثل هذه الندوات حتى يكون احتكاك طلبا تعنا المباشر احتكاك المباشر مع ناس مثل دول العالم هذا يعني احتكاك مباشر ويستفدوا أكثر بمقاربة الاقتصادية وأخرى أمنية تسعى دول تجمع ميكتا لإيجاد حلول فعالة لبعث الاقتصاد والسلم في العالم ترجمة نانسي قنقر